بقى احنا كنا تكلمنا قبل كده يا جماعة على صفحات الفيسبوك وقلنا بدل المرة 9000 مرة خلي بالك وأرجوك لا داعي إلى أنه ويمكن حتى الحد مبارح كنا منتكلم في كده لا داعي يا جماعة أن الناس تاخد بعضها وتروح تشوف صفحة على الفيسبوك تقولوا تعالى هادي لك باكالوريوس وده يقول لك هادي لك ماجستير وده هادي لك دكتوراه وإحنا جمعة بطيخة وإحنا بجمعة مش عارف إيه وكلام أي كلام فيه أي كلام وهتدفع مش عارف 500 دولار تاخد الباكالوريوس ألف تاخد الماجستير ألف ونصة تاخد دكتوراه حاجات من هذا القبيل أولا ما فيش حد محترم هيدي لك شهادة وإنت ما تعيبتش فيها فيش حاجة محترمة تعمل كده اتنين أي حد هيقول لك كده ده نصاد وشهادة لا أساسة لها من الصحة طبعا ده إضافة إلى أن انت لو قابلت ده على نفسك ده معناه أن انت عاوز تشارك في عملية نصب ما أو عملية تدليس ما في بعض الناس بتنخدع بقى يعني يجي يقول لك بص احنا ما تقلقش وبتاع طب يعني أنا همتحن طبعا إنت هتمتحن ويتعامل شوية كلام خايب وتافع حاجات جوة تلاقي صفحات وقصص وبتاع تكلمنا في ده الحقيقة احنا يعني سعداء وفخورين في نفس الوقت بإيه بقى بإنه لقينا استجابة سريعة عظيمة لطيفة جدا من وزارة الداخلية للي احنا عرضناه في هذا البرنامج الداخلية بالفعل على طول شافت بدأت تبحث تفحص تمحص تتحقق وفورا بدأت تاخد الإجراءات بتاعتها وأوقفه تشكيل عصابي بيبيع شهادات جامعية مضروبة مزورة آه صفحات بقى ويب سايتس آه مش عارف منصات تواصل اجتماعي كلام من ده الوزارة قالت في بيان ليه انه تم كشف ملابسات ما تم تداوله عبر احدى القنوات الفضائية اللي هي احنا بشأن وجود احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وزعم القائمين عليها ده بيان وزارة الداخلية مشكورين زعم القائمين عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وانه باجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد الصفحة المشهر اليها وكذا عدة صفحات اخرى والقائمين على ادارتهم وتبين شوفوا بقى انهم تشكيل عصابي مكون من ثلاث اشخاص مقيمين في كفر الشيخ وعاقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزاتهم على الهواتف المحمولة وبفحصها تبين احتواءها على اثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الاجرامي كما امكن حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظة الالكترونية الخاصة بهؤلاء المتهمين كما امكن رصد صفحة اخرى تروج لذات النشاط على موقع فيسبوك يعني ادي صفحتناهم وتم تحديد وضبط القائم على ادارتها تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق شكرا جدا 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 للدخلية على هذا الجهد وشكرا للدخلية على هذا الاهتمام بما يعرض ويبث ويناقش على الشاشات التلفزيونية والقنوات وشكرا لزملائي الاعزاء اللي تكلموا يعني اللي ساعدونا في ان احنا نعرض زملائي في الاعداد وزملائي في البروداكشن وبرده خلي بالك احنا تيم بتاعنا تيم انا راه تيم قوي جدا او خالص في هذا البرنامج احنا عموما دورنا انا بشوف كده يعني دورنا كالشركة المتحدة دورنا كالقنوات التلفزيونية التابعة للشركة والمملوكة فيها ان احنا نوعيك قدر استطاعتنا ان احنا ناخد بالنا منك قدر استطاعتنا ان احنا نفاهمك قدر استطاعتنا ان احنا نرسيك قدر استطاعتنا ونعرض ده يعني وبنعرض امتى يا جماعة احنا بنعرض لما بنكون متأكدين يعني احنا بنقعد نبحث ونبحث ونتأكد ان الشغل ده شغل زي ما بيقولوا كده شمال معنا انا ضد فكرة انه يصفوا اي شغل مش مزبوط بانه شمال يعني ايه شمال دي يصارتوا العمر زي الفل مهم يعني شغل اللي مش مزبوط وعجبني زي ما كنت بقولوكوا كده جدا ان الدخلية هتمت يعني شافت راجعت ايه ده اللي بيحصل يوسف الكزة برنامج التاسعة الكزة طب تعالوا نشوف القصة دي يبدأوا يحققوا لحد ما يوصلوا الى تمام المعلومة الاجراءات تبقى قانونية ما في المية يتجاب الناس يحالوا للنيابة النيابة والعدالة تاخد مجراها ده احسن حاجة ممكن تجرى يا رب يقدرنا ونقدر نساعد اكتر من كده في كل شيء ممكن فنرفع عنكم الضراء ونساعدكم في السراء طبعا كله بأمر رباني حاجة يرفع الضراء رباني حاجة على ده اكيد رباني بجعلنا اسباب